اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز لتصنيفات الاتمانية تعديل النظر المستقبلية لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي بي وبي بلاس ويأتي ذلك عكاسا حقيقيا لمخرجات خطة التعافي الاقتصادي وما تحدثه من أثر إيجابي على القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية في البحرين بشكل يضمن استمرارية استقرار المؤشرات المالية لمتنوع المجالات الحيوية فيها بين الحين والآخر تبرز العديد من الدراسات العالمية لوكالات مالية واعتمانية معتمدة دوليا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في أغلب دول المعمورة واليوم وعبر منصة وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الاعتمانية أشارت إلى أنه وبفضل تحسن المسار المالي في البحرين تم التأكد من تعديل النظرة المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية لتستحق عليه نيل التقييم المالي الدولي بي وبي بلاس وذلك لم يكن لولا مجمل السياسات الحكومية المالية الناجعة التي تستمد ألقها وقوتها من أفضل المبادرات التي تتبناها المملكة والتي تأتي في مقدمتها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي كخطوتين كفلتا تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في قطاعات البحرين الحيوية التي تقع في مرمى استهدافهما خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في نهاية أكتوبر 2021 والتي ترتكز على خمس أولويات تضم سبعة وعشرين برنامجا متكاملا تمضي بثبات نحو خط النهاية في إتمامها فالجهود الحكومية التي بذلت وما زالت تبذل وبالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص انتهت من تنفيذ سبعة عشر برنامجا بنسبة إنجاز وصلت إلى 62% ليستمر العمل على إمضاء البرامج العشر المتبقية من الخطة خمسة أهداف رئيسية تتمثل بخلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل عبر توظيف عشرين ألف بحرينيا في الاقتصاد وتدريب عشرة آلاف سنويا حتى عام 2024 إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها من نافذة استقطاب استثمارات بقيمة تفوق المليارين ونصف المليار دولار أمريكي بحدود العام 2023 وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تزيد على 30 مليار دولار أمريكي وتنمية القطاعات الواعدة بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في العام الحالي إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر